طائرة تقع من المطار وأخرى تهبط في نشاط يزداد نموا بوتيرة متسارعة الإيقاع في سوق السفر الجوي وشركات الطيران الأمر الذي يزيد من الحاجة إلى طيارين مؤحلين ومدربين ولذلك أنشئت أكاديمية عمان للطيران بمطار صحار على مساحة 70 ألف متر مربع وبتكلفة 12 مليون ريال عماني نبارك لملاك المشروع وأيضا للقائمين على الأكاديمية المنظومة المتكاملة التي ستمكن من تطوير مهارات الطيران محليا في سلطنة عمان لتخدم سوق العمل في السلطنة وخارج السلطنة المنظومة المتكاملة من قانب الأجهزة والتجهيزات الدراسية وكذلك أجهزة محاكاة الطيران الأكاديمية التي تعد الأولى من نوعها في سلطنة عمان كشراكة بين برنامج الشراكة من أجل التنمية الذي تشرف عليه وزارة المالية وبين شركة إيرباس وبعض الصناديق الاستثمارية المحلية تعمل على تأهيل الكوادر الوطنية بالمؤهلات العالمية في مجال قيادة الطائرات للدخول في سوق العمل بقطاع الطيران واستقطاب المتدربين من دول العالم إضافة إلى خدمات صيانة الطائرات للتدريب طبعا السوق العالمي حاليا في طفرة كبيرة وحاجة لعدد كبير من الطيارين وكان رؤية الحكومة من خلال برنامج الشراكة من أجل التنمية في المضي قدما في هذا المشروع الحيوي مع شركة إيرباس نتشرف بحضورنا في افتتاح الأكاديمية العملية لعلوم الطيران وهذا طبعا يسير بين شراكات وتوقيع الاتفاقيات على أساس تبادل الخبرات بين هذه وبالأكس نشوف هنا صرح جميل جدا ومكانيات وطائرات جديدة وصرح جديد الأكاديمية التي زودت مرافقها وفصولها الدراسية ومواقع التدريب فيها بأحدث التقنيات التكنولوجية الخاصة بمراكز التدريب عالميا وأجهزة محاكاة الواقع الافتراضي وثلاث عشرة طائرة فيما تستوعب مواقفها ست عشرة طائرة للتدريب وسكن للطلبة والطالبات المتدربين وتمثل أكاديمية عمان للطيران إضافة مهمة لقطاع النقل في سلطنة عمان إذ أنها ترفض السوق المحلي والدولي بحامل رخص القيادة في مجال الطيران منصور بن ناصر السعدي ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة ترجمة نانسي قنقر